في منطقة الخسفة الواقعة بين قضائي حديثة وعانى غرب الأنبار رصدت الفرق الزلزالية حقلا جديدا على مساحة 110 كم يحتوي على كميات من الغاز تفوق حقل أكاز الذي يحتوي على 5 تريليونات متر مكعب من الغاز هناك رقع استكشافية عدد 16 تبدأ من مدينة الحبانية والفلوجة وباتجاه هيت ومن هيت يعني الحقول هي محددتها وزارة النفط 16 رقع هاي بيها مكامن مال غاز والنفط بالنسبة قليلة حتى نكونوا صريحين الغاز عندنا كميات هائلة خاصة في المنطقة الممتدة من حديثة رعان رعا والقام وبحسب التأشيرات المحددة لدى وزارة النفط فإن هناك 16 رقعة جغرافية تتوزع في صحراء الأنبار تحتوي على كميات كبيرة من الغاز والنفط فضلا عن وجود حقل غازي جنوب الثرتار بمساحة 12 ألف كيلو متر مربعة ويعد الأكبر في المحافظة استبشرنا خيرا بالاستكشافات النفطية التي حصلت في محافظة الأنبار نحن الآن نطالب من الحكومة العراقية بالمبادرة وتفعيل الاستثمار لهذه المكامل النفطية والغازية من أجل رفض المحافظة بالأموال بدورها طالبت الحكومة المحلية بضرورة وجود شركة غازية ونفطية أسوة بمحافظات الجنوب وذلك لتوفر الغاز والنفط بكميات كبيرة فضلا عن مساهمتها باستيعاب الخريجين من أصحاب الإختصاص استكشافات نفطية وغازية تتجدد في صحراء الأنبار بين فترة وأخرى لكن بدون استثمار لهذه الثروة الطبيعية التي لو استخرجت لحققت مردودا ماليا للمحافظة وإنعاشا لإقتصادها وتشغيل آلاف الأيد العاملة من أبنائها من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة